موسيقى محمد هاشم سيد عثمان كانت البداية ان انا بعد سنوات العامة خلس سنوات العامة سنة سبعة وستين في السنة اللي حصل فيها النكسة وطبعا عصرت الاحداث دي كويس جدا وفاكرها كويس قوي ودخلت كلية التجارة الخارجية في الزمالك موسيقى انا سبت الكلية دي من سنة تانية وكنت جايب سنة أول تأدير جيد ودخلت الكلية الحربية في فبراير سبعين اتخرجت في أول أكتوبر سبعين حصلت العمليات في أكتوبر تلاتة وسبعين كنت ساعتها ملازم أول بقى دمية سنة كان كل اللي تعرفه الناس في هذا التوقيت عن العمليات كان انهم ان ده موضوع مشروع استراتيجي على مستوى الدولة حيتشترك فيه جميع عناصر القوات المسلحة ده اللي كان معروف ما عدا طبعا بعد القادة الكبار والقادة اللي موجودين زي ما يسمواه في مطبخ صناعة القرار مع بداية العمليات أنا كنت مع الناس اللي وصلوا لخلف الخطوط ليه هقول ليه هو التأديل بتاع القوات اللي كانت موجودة القوات العدو اللي موجودة على الخطوط الأمامية كانت متقدرة كويس وكان معروف كيفية التعامل معها وكان ما تخطط لده كويس يعني اللي كان مطلوب ان يتعمل حسابه القوات التعبوية للعدو اللي ممكن تتحرك من وسط سينة من خلال الممرات حتى توصل ليه القوات بتاعتهم اللي على الخطوط الأمامية لدعمهم لإحباط عملية العبور بالنسبة لي القوات المسلحة الناس كلها كانت عارفة ان ده مشروع معادة وحدتين اتنين بتكلم على المرؤوسين وعلى الوحدات الزهيرة هم كتبتين كانت كتيبة 83 ساعة اللي كانت في كومشين في الهرم والمجموعة اللي أنا شرفت في الخدمة فيها في كافة 143 ساعة الكتيبة ديت كانت مفروضة تشتغل في الممرات مش لمنع العدو انه يعدي او لتدميره لا هو لتعطيله لحين بناء الكباري والمعديات اللي هتعبر بها الأليات هتعبر عليها الأليات والدبابات لكن أفراد المشاه كانوا يعدوا في الأوارف زي ما كلنا شفنا فكان مطلوب ان تعطيل مرور العدو ست ساعات على الأقل لغاية بناء الكباري وعبور المدرعات والأليات اتجمعت القوة احنا كنا طبعا عارفين انها عمليات حقيقية يعني فاتجمعنا في مكان الإقلاع في ناحية القطمية وجلنا 18 طيارة علشان تشيل او تنقل الكتيبة اللي موجودة اللي هتبقى موجودة خلف الخطوط كان فيه ست طيارات من الثمنتاشر هتشيل سرية ودي هتنزل او هتبر يعني في آخر المضيق من ناحية وسط سينة في اتجاه قلعة الجندي وسريتين وقيادة الكتيبة كانوا هيتواجدوا في أول المضيق من ناحية القوات بتاعتنا اللي هي موجودة اللي هتعبر يعني وهتنضمي لنا وتستكمل بقية العملية يعني احنا بقى المعاناة وكل فقرة وكل كلمة في الكلام اللي أنا بقوله يعني محتاجة وقت طويل جدا 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 علشان نتكلم فيه بمجرد ما تم ركوبنا العربيات في طيارات اللي جاب طبعا متخفية في بطن الجبل طرنا التمنتاشر طيار فبمجرد ما وصلنا عند الخليج هم أولا العدو الإسرائيلي بيرهب قوات السعقة جدا يعني بيعمل لها ألف حساب فبمجرد ما طرنا اتعملت علينا شغلانا بقت الطيارات الفنتوم الطيارات كانت طايرة بنظام رأس الساهم طيارة قدام واثنين وراها طيارة قدام واثنين وراها وكل سريع هتركب وتتحمل فيه ست طيارات بالأسلوب اللي أنا بكلم عليه ذوات فبمجرد ما طرنا جات بقى الطيارات الفنتوم وبقى الترمي السواريخ بتاعتها وتقتمس الطيارات الهليوكوبتر فطبعا بقى إيه الدنيا كلها بقى في قوات طيارات اتدمرت ووقعت باللي فيها وتحرقوا كانت يعني كانت ملحمة كانت غريبة ما كانش معمول حسابها بالمرة يعني فنتيجة الضغط الجوي ومهاجمة الطيارات الإسرائيلية لقواتنا اللي كانت محملة فيه الهليوكوبتر السريعين وكيات الكتيبة نزلوا بسرعة ونزلوا في حيط تغيير اللي متخطط ليه احنا كان مفروض ننزل عند أول المضيق السريعين عند آخر المضيق والسريعين وكيات الكتيبة عند أول المضيق فنزلنا بطريق الخطأ نطيق الضغط الجوي نزلنا في مكان غير اللي كان متخطط كان الليل ابتدى يخش احنا طرنا الساعة سبعة إلى عشرة وصلنا أرض سينة بالضبط الساعة سبعة وعشرة كنا في رمضان وكان المغرب في هذا التوقيت على الساعة سبعة فكان ابتدى الليل ابتدى كان يخش اتشتتت القوة ما بين مصاب وما بين شهيد وما بين جريح وما بين أسير والكلام ده كله فأول لما نزلنا مجموعة خدها أحد الزمل اللي كان قائد السريعين معنا كان السيد درويس وقال الاتجاه ده هو اتجاه المضيق الصح ومصطفى العدوي خد مجموعة تانية وقال هو ده الطريق بتاع الممر كان كل سريع من السريع بتاعة الكتيبة كان معاه واحد من الأعراب كانوا بنقينهم علشان كل سريع فيها دليل عربي فالرجل العربي اللي كان معنا قال المضيق مش في الاتجاه اللي زمل اللي ميشوا فيه طب فين المضيق قال لي ده في الاتجاه ده خالص اتجاه مغاية نهاية يعني فمشينا معاه وكان ما تبقى من الضرب والناس اللي استوشيدت كان ملازم أول كان محمد السيد وكنت أنا ملازم أول محمد هاشم والملازم أحمد هاشم والملازم أحمد لؤيد إحنا بس اللي بضلنا مع المجموعة اللي هي كنت موجودة دي وإحنا مشينا مع العربي وأخدنا اتجاه المضيق لأنه عارف المنطقة كويس قوي فإحنا مشينا معاه كدليل وكان معاه بسترية وقالوا ده هيبقى الدليل اللي هيبقى معاه كل لو تعصرت الأمور جينا بعديها وإحنا متحركين هما جاء بعثوا طيارات من عندهم رمت القنابل بتاعت الفليارز اللي هي القنابل المضيقة بتبقى عاملة زي المزلات كده واخد بالحضرات بمجرد ما بتنزل البتاعة دي بتنفجل الكابسولة بتاعتها وبتنزل تضيء الأرض كاملة كما الدهر اللي بقلنا بالنهار فطيارة دي راح تنزلة خدت كل الجرحة وخدت كل المصابين والمش قادرين والمنهكين والكلام ده خدوهم في هيئة أسرة ورجعوا بيهم لإسرائيل الجمال أو البطولة الحقيقية لهذا الموضوع إن الكتيبة فقدت القائد ورئيس العمليات ما بين مصابه والإتنينة أسره فقدنا كتير بقى من زملائنا اللي هما كانوا موجودين وكانوا طيرين معنا لإتمام العملية دي فأصبحت الكتيبة بلا قائد وبلا رئيس العمليات وطبعا إحنا كلنا كلنا زباط زغيرين ما بين نقيب وملازم أو ملازم فقط المهم راحنا المضيء وطبعا الناس اللي هما خدوهم أسرة ورجعوا بيهم عرفوا إن إحنا نزلين في الحدة دية علشان نعمل كمين في الممر أو في مضيء سيدر وصلنا منهاكين جداً وبعدين لقينا في دبابات موجودة في المضيء بالكثفات بتاعتها بتنور في الجبل علشان يقدروا يشوفوا أي حد تبقى من قوات الصعقة وجاي المضيء عشان يبتدوا يتعاملوا معها المهم إن إحنا قعدنا وتواجدنا في الخيران بتاعت الجبل مختبئين طبعا علشان ما نظهرش للقوات اللي موجودة في الممرض وميسيو يعني إحنا قعدنا هما ميسيو مجرد رسول ما يعني ظلنا يقعدين بقى في الحتة دية بالوضع اللي إحنا فيه دوت فجي الراجل العربي اللي كان معنا كان من الموالين جداً يعني فقال إن محدش يسألني أنا رايح فين ولا جاي منين ولا هرجع لك وإنت وصباح اليوم التاني اللي هو كان يوم 7 أكتوبر لقيناها جاب مجموعة من القوات زملائنا اللي قالوا إن هو ده الطريق الصح جابهم من الجبل وانضموا لينا في منطقة المضيء وتاني يوم جاب لنا المجموعة التانية وهكذا بقى يلملنا الناس اللي كانت موجودة في الجبل وتشردنا نتيجة الدرب الجوي واتجمعنا كلنا في منطقة المضيء كان في الوقت دوت إحنا عارفين ومتوقعين إن اللي هو المدرع اللي هيتعمله تعطيل وليس تدمير للوقت علشان عملية نصب الكباري والقوات اللي تعبر نستنين وصوله في أي وقت فأعدنا من يوم 6 أكتوبر من يوم السبت لغاية الخميس 11 أكتوبر وما فيش أي حد ولا أي قوات للعدو عدب في هذا التوقيت كان بيتبادل قوة الكمين ليلا علشان احتمالية وصول القوات دي بالليل كنت أنا والملازم أول أحمد هاشم والملازم أول أحمد لؤيه كنا كل يوم واحد فينا بيتولى قيادة الكمين بالليل كنت أنا بقى يوم الخميس بالليل دوت يوم الأربع بالليل كنت أنا قائد قوة الكمين اللي هي موجودة في أول الماضيين فالرجل العربي جالنا يوم الأربع وقال خدوا بالكو أنتو مكرا عندكو شغل لقينا بقى الاستارية التالتة كده على حوالي الساعة 3-4 الصبح كده فجرا سمعت دبيب في المضيق ناس جاية اللي عندنا أقول لي إحنا مرتبين له إن اللي جاي اللي هو مدرعة مش ناس مترجلين فالكمين اللي كان موجود معايا اللي هو منصور بطول المبر كان معايا عريف اسمه محمود عيسى كان من المبابة فمحمود عيسى قلت له مرة على الأفراد واحد واحد وقل له محدث يطلق أي نيران إلا لو أنا أطلقت النيران كل الناس تبطي يتعامل وتفتح النيران على القوات المعادمة اتعرفت وبسرعة على صوت الشهيد رفعة عبد الوهاب عامر ابن صعيد نصر ده يعني فعت كنت أنا فوق وهو كان نسين في الممر من تحت وإحنا كنا نجمين الجبل من فوق في الكمين نزلت له تحت سألني قال لي إيه الموضوع قلت له انتو حصل لكو إيه قال لي والحاجة كتبة نزلت في المكان المخطط وفضلنا قاعدين أنا والزباط والسرية كلنا فضلنا قاعدين والحاجة دلوقتي محدث جاه قلنا نيجي ننضم عليكو عشان لو فيه أي تعليمات أو فيه مهام أخرى تتعامل انتو حصل معاكو إيه قلت له احنا عندنا فقدنا القائد ورئيس العمليات وفقدنا النقيب المسلي اللي كان قائد السرية التانية ولطفي وفقدنا هاز كتير كانت موجودة من الجنود ومن الزباط اللي كانوا موجودين المهم تواجدنا وفيه صباح يوم الخميس 11 أكتوبر على استحياء طبعا طول الفترة ديت والطيران بيدرب فيه المضيق على الجنبين وبيلقي بيه العبوات بتاعة النبال على شال يتأكد إن لو حد جاه مما تبقى من القوات فالمضيق يتأكد من إن مفيش أي قوات ساقة في الحتة داية فجم دفعوا السرية بتاعت اللي هو المدرع السرية المقدمة يوم الخميس 11 أكتوبر كنت أنا قائد الكمين زي ما قلت بالليل ولما تعرفت على الرفعة احتلوا مكان الكمين ولقينا الصبح بادري جدا في صباح اليوم الخميس جات سرية المقدمة بتاعت اللي هو تم فتح النيران عليها وتم تدمير العربيات بتاعتها وعربية المقدمة تحديدا بتاعت سرية المقدمة اتدمرت وتم قتل كل الناس اللي كانوا موجودين فيها وكان الملازم أول سنة فاضل أقرب الموجودين للعربية اللي اتدمرت دي نزل من برج الدبابة وجاب كل الوسائق وكل الخرايط اللي كانت موجودة فيهم واتسلمت لقيادة الجيش التاني واللي سلمها لقيادة الكوات طول الفترة دي انقطع الاتصال نتيجة تدمير وفاق الأجهزة اللي السلكية واللي ما تبقى منها البطاريات بتاعته فضيت وما فيس واسئلة للشحن فانقطع الاتصال بيننا وبين القيادات وأصبح التصرف كله تصرف هنا مع الإخوة الزملاء وزي ما قلت كلنا قادر كنا صغيرين ما بين النقيب وما بين ملازم أول بعد الكمين ما تعمل بكام يوم عدة أيام تلتة أربعة أيام بلغنا بلغنا إن النقيب نبيل أبو النجا اللي كان رئيس اسطلاع المجموعة جه ومعهم أعراب ومعهم أربع جمال محملة بالتعينات وبالمية طبعا إحنا سعيدنا جدا بداية لأن كان جنبنا بير أبو جراد وده كان المصدر الوحيد بالنسبة لنا للمية فلما عرفوا إن في قوات في السعق الجافة للتعيابة القوات الإسرائيلية سنمت البير دوت فاحنا بعيدنا عنهم ما بقي ناش نشرب منه إلا من أقل القليل اللي كان بيجي لنا من العرب وبالناس اللي كانت موجودة معنا وكان معاه جواب جاي ده اللي عرفناه يعني أو اللي تقلنا معاه جواب من قائد قوات السعقة بيشد من أذرنا وبيهنينا على رجاح العملية وبيشيد بالنجاح وبالنجاح القوات المسلحة وبيطمننا على الناس اللي إحنا مش فيهم شي إنهم عبروا والقوات المسلحة حققت المهمات المهام بتاعتها بنجاح انتهي الموضوع عند هذا الحد وبقى لينا خطة العودة كيف نرجع فمعان الأدلة العرب زي ما قلت خدونا ورجعنا سيرا على الأقدام من الممرات من عند مضيق صدر في جنوب سينة إلى الأقصى عند عيون موسى وصلنا روحنا خلو نقطة قوية كانت استولت عليها الكتيبة اللي كان بيأخذها الرائد موسعد خليفة كان بدل السنة مدلة الهون في الكلية الحربية دخلنا معاهم لقينا بقى حاجات طبعا ما شفناهاش بقلنا 17 يوم خلف الخطوط حاجات ما شفناهاش لقينا بقى جبنة وحلاوة ومية وعيش وبتاوة كان لدينا بقى نرافش عنه حاجة ولا شفناه فقعدوا معانا استضفونا واقعدوا يتكلمونا وكلمنا الرائد موسعد ايه اللي حصل قلناه على اللي حصل وانت باشا ايه اللي حصل مع جنابك كان احنا عدينا وجينا واستقولينا عن نقطة قوية واقعدنا نحكي اللي حصل مع كل مننا في هذا التوقيت احنا ما كناش نعرف حاجة عن موضوع الصغرى ولا نعرف عنها اي حاجة فختم الكلام واستعى حوالي كدين بيليل كده تقريبا البكرة الصبح مع اول دوق لازم تغادروا هذه المنطقة وبأقصى سرعة ما قلناش على موضوع الصغرى طب ليه قال لطاقت القوات بتاعة الحرب الاكتبانية اشارة بتقولني سيتم ضرب المعابر والكباري مع اول دوق فلازم تغادروا بمنطقة دي مع اول دوق فعلا تحركنا في اتجاه المسلس في السويس وعدنا المعديات والكباري الى ان وصلنا منطقة المسلس بس لقينا فيها ناس ما احناش عارفينهم لابسين كلهم ناس مدنيين من دول يا جدعان قالوا دي المخابرة يلا بسرعة اركب العربيات اخروا المنطقة دي تماما يعني فكانت في الوقت ده بقى كانت دفعت القوات الاسرائيلية مجموعتين عمليات مجموعة في اتجاه الجيش الثاني ومجموعة في اتجاه الجيش الثالث المجموعة اللي في اتجاه الجيش الثالث عدت لتطويق الجيش الثالث بعد معابر سيناء وبقى في الجبهة الشرقية المجموعة الثانية جات تعدي عشان تدوى الجيش الثاني ودمرها الجيش الثاني وما نجحتش انها تعدي من استغرق وكل ده احنا منعرفه ومحدش قالنا عليه بالتفصيلات ديت يعني فقال لازم غزوا المنطقة بسرعة وبتاع مش عارف ايه لان كانت وصل قلصة الاسرائيلية وكانوا حاصروا الجيش الثالث الميداني بعد العبور ركبنا العربيات النصر اللي هي بتاعة الجند وجينا في التجاه السويس كان هما في التوقيت ده ركبوا جبل عتاء وكان فيه المدفعيات اللي كانت طول ما احنا ماشينا بقى على طريق من مصر للسويس من مصر للسويس للقاهرة كانوا يلقوا علينا طبعا بقى للدناد بتاعة المدفعية وفرقاء على كل حتة عشان يقطعوا الطريق لمنع اي وصول اي امدادات عن طريق في هذا الطريق للقوات اللي هي عدت او تحاصرت فيه نطاق الجيش الثالث وصلنا بقى لغاية للكيلو اربعة ونص كملنا طبعا لغاية ما وصلنا لمنطقة التمركز في اللي احنا كنا متمركزا فيها دي اول ما قعدنا دي قائد المجموعة العقيد السيد الشرقاوي اجتمع بينا فورا وقال الحرب من انتهتش ولسه فيه اجراءات بتتعملوا بتاع واستعدوا عيدوا ترتيب اوراقكم علشان حتقوموا بمهام اخرى اولا كلام ده ما حصلش هو كان بس مش عايز فترة طراخي عادت ترتيب الاوراق والمهام بقى فيه ناس تانيين بقى بيقوموا بمهام اخرى في هذه التوقيتات انتهت القصة عند هذا الحد وابتدينا بقى خلاص بقى نهاية ترتيب الاوراق وكل حاجة من دول بقى طبعا زي ما قلت بيحتاج الفترة طويل عشان تتكلم فيها اقول للاجيال او الناس اللي هي موجودة ان كان دافع وطن كان موجود قوي حبا في الناس الوطنيين وحبا في مصر انا مش بتكلم على نفسي يعني بالصفة خاصة ان انا سبت الكلية وروحت الكلية الحربية وانا غيري كتير عملوا هذا الكلام حبا في الوطن وحبا في الانتماء للبلد اللي احنا متوجدين فيها انا بقول الحب الوطن ده شيء غالي جدا ما يقدرش باي شيء خالص سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرد امام عملية يوم السادس من اكتوبر سنة سنة وسبعين حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط برليف المنيع واقامة رؤوس جشور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد ان افقدت العدو توازنه كما قلت في سفة ساعة نواجم اشتركوا في القناة